بسم الله الرحمن الرحيم نواصل محاضرتنا عن السلوك التنظيمي وموضوع المحاضرة اليوم هو الفصل الرابع مساهمات العلوم الأخرى في السلوك التنظيمي ويهدف هذا الفصل إلى التفريق بين السلوك التنظيمي والعلوم والمفاهيم المتصل به كالسلوك الاجتماعي والسلوك الفردي وعلم النفس وقيرها من علوم لها صلة بعلم السلوك التنظيمي مقدمة بني السلوك التنظيمي على مساهمات العديد من حقول السلوك التي ساهمت في إثرائه ويمكننا الآن أن نتتبع هذه المساهمات المرتبطة بعلم السلوك التنظيمي أولا علم النفس وعلم النفس يسعى لدراسة وقياس وتفسير وتقيير سلوك الأفراد إذ أن موضوع علم النفس هو السلوك الفردي وبالتالي يلتقي بعلم السلوك التنظيمي في موضوع الفرد الذي هو يعتبر موضوع علم السلوك وكذلك وموضوع علم النفس مثال نظريات التعلم والشخصية وعلم النفس الإداري وهو ساهم بالتالي في كثير من الحالات مثل التقلب على الإجهاد العصبي والملل والمساهمة في التدريب والإشراف والاختبارات المتعلقة بالتوظيف والقيادة والحوافز والتقييم والرضى الوظيفي والمناخ التنظيمي وقيرها من العوامل التي تؤثر في شخصية الفرد العامل أيضا من العلوم التي لها إسهامات في السلوك التنظيمي علم الاجتماع وعلم الاجتماع يدرس الناس في علاقتهم بالآخرين ومن مساهماته دراسة المجموعات والتنظيم الرسمي والبيروقراطية والاتصالات والقوة والخلافات وكذلك الصراع والتفاوض وقيرها من سلوك جماعي أيضا من العلوم التي ساهمت في السلوك التنظيمي علم النفس الاجتماعي وهو يفسر السلوك الفردي والاجتماعي ويفسر كيف ولماذا يتصرف الأفراد بأي طريقة كانت وعلمي يهتم بقياس وفهم وتقيير الاتجاهات وأنماط الاتصالات وكيفية إشباع الحاجات الفردية عن طريق الجماعات لذلك سميه بعلم النفس الاجتماعي أنه يهتم بالفرد لكن في إطار المجموعات من مساهماته التقيير ومقاومة التقيير والاتصالات وإشباع الحاجات من العلوم كذلك التي لها ارتباط وثيق بعلم السلوك التنظيمي هو علم السياسة وعلم السياسة يهتم بدراسة سلوك الفرد والجماعات في البيئة السياسية وكيفية استخدامها في تحقيق المصالح الشخصية ومدى تأثر الفرد كعنصر مهم من عناصر التنظيم بالبيئة السياسية المحيطة به أي تأثر الفرد وتأثيره على البيئة من مساهماته أيضا الخلافات والقوة والسلطة والقيادة هذا العرض للعلوم التي لها إسهامات في السلوك التنظيمي لا يعتبر عرض حصري وإنه هناك هو على سبيل المثال لأن هناك علوم أخرى لها إسهامات في السلوك التنظيمي مثل علم الأخلاق ومثل علم الإنسان وقيرها من علوم لها علاقة بالموضوع السلوك التنظيمي بذا نكون قد انتهينا من هذه الوحدة وإلى أن ألقاكم في محاضرة أخرى قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته